اشتركوا في القناة مخاصمة الزوج مخاصمة الزوج حينما ترى المرأة المتزوجة انها تتخاصم او مخاصمة لزوجها في المنام هذه الرؤية تدل على القلق والتوتر وعلى الضيق النفسي او الحالة السيئة النفسية لها في تلك الفترة او بعد رؤيتها لهذه الرؤية اما رؤية المخاصمة والتشاجر والعراك مع الزوج في فرق ما بين ان ارى في المنام اننا متخصمة مع زوجي وفي فرق ما بين اننا متخصمة معه لا وبتخانق معه وبتشاجر معه وبتعارك معه هذه الرؤية تدل على المشاكل الكبيرة التي سوف تقع بينكما وقيل تدل على ضيق الحال وربما زواج للزوج من امرأة اخرى وهذا رأي الاحد العلماء رؤية المرأة المتزوجة تضرب زوجها لكن حينما ترى المرأة المتزوجة انها تضرب زوجها بتفرق ما بين حكتين اتنين هل هي سعيدة في المنام ام انها حزينة يعني شافت ان هي بتضرب زوجها وهي سعيدة هذه الرؤية تدل على نجاح زوجها في العمل بتضرب زوجها وهي حزينة المعنى الضد تماما فشل الزوج في العمل رؤية الزوج يتزوج على المرأة المتزوجة على زوجته يعني يعني الرجل رأى انه سوف يتزوج على زوجته هذا مال للزوج لكن المرأة المتزوجة ودي الرؤية بقى اللي بتخص المرأة المتزوجة اللي تعتبر الرؤية دي شغلاهم وكتير منهم سألوني فيها ان المرأة المتزوجة ترى ان زوجها قد تزوج عليها بنقول لها يا بنت الحلال افهمي هذه الرؤية معناها ان زوجك يحبك جدا وان الشيطان جاءك في المنام لكي يفسد عليك هذه العلاقة بينك وبين زوجك فاي امرأة ترى ان زوجها تزوج عليها اوعي تزعلي من هذه الرؤية دي رؤية جميلة جدا ان زوجك بالفعل بيحبك فما تقوميش من المنام تتعاملي مع الرؤية وتقول له انت رايح تتجاوز مين وانا هبدأ ادور ورا لا 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 هذه الرؤية ان الشيطان جاءك لكي يفسد عليك العلاقة الحميمية او العلاقة الجميلة اللي فيها ود وقلفة واوى الى اخرى مع الزوج رؤية الزوج انه مريض اللي شاف الرؤية الزوجة هذه الرؤية تدل على الفقر والضيقة المالية رؤية موت الزوج تدل على الفراغ العاطفي لها وكأن الزوج يعني يهملها فلذلك حينما ترى المرأة المتزوجة هذه الرؤية وتقصها على زوجها ينبغي ان ينتبه لها ويبدأ يخلي باله من زوجته في القضية اللي هي الفراغ العاطفي دي كانت بعض الرؤى في مخاصمة الزوج في المنام انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته